أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تستمد قوتها وعزيمتها في تجاوز التحديات بمختلف أشكالها من شعبها الذي له على مر العصور محطات مضيئة أنارة التاريخ الوطنية كما أشار سمو إلى أن البحرين نجحت في تخطي الكثير من التحديات وأفشلت ما كان يخطط لها بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة والتفاف الشعب حول راية الوطن والقيادة ووعيه بمتطلبات المرحلة والدور الشعبي المطلوب فيها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني والجهود التي تبدلها الحكومة في سبيل تحسين المستويات الخدمية المقدمة للمواطن وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تعمل بكل ما يتوافر أمامها من موارد وما لديها من إمكانيات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات فالمواطن الهدف الأسمى لكل التوجهات الحكومية والارتقاء بمستواه المعيشي هو الباعث لكافة الاستراتيجيات والمشاريع التي تتبنها الحكومة وتترق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني حيث أكد سموه على ما يشكله الترابط بين أفراد المجتمع من أهمية في تعزيز الوحدة الوطنية وجعلها أكثر قدرة على مواجهة محاولات التفريق بين أفراد المجتمع لافتا سموه إلى أن التاريخ وثق لشعب البحرين وقفته الصلبة التي لا يمكن أبدا اختراق تماسكها خاصة حينما يكون الأمر متعلقا بأمن الوطن واستقراره اشتركوا في القناة